شدد الرئيس السيسي على أنه سيتم إطلاق حوار أعمق فيما يخص الجانب الاقتصادي وأضاف الرئيس أن الأزمة الحالية لها حلول تعتمد على تعاون الجميع حكومة وشعبا الدول بتمشي بالسياسات وبالقوانين وبالعمل إذن الأزمة اللي احنا فيها ديّة ليه أحلول؟ أكيد بس تصدقوني أحلولها كلها بتعتمد علينا أحنا علينا كلنا أقول لكم على حال كنا بنجيب بأربعة ومص مليار دولار سيارات في السنة بجيب بأتنين مليار وشوية دولار موبايل أنا بقولي الكلام ده وفي الآخر أنت بتروح للبنوك أو للبنك المركزي وتقول أنا عايز أفتح عشان أجيب ده وأجيب ده وأجيب ده إحنا بنتكلم في دولة دلوقتي بقت مية وستة مليون بالمناسبة مية وستة مليون مطلوب إن إحنا تبقى متوفر لها كل شيء طيب الكلام اللي أنا بقوله ده بقوله دلوقتي ليه؟ بقوله أولا عشان أسجل إحترامي للمصريين والله أنا بحلب بالله بحلب بالله وتقديري لهم وأنا بقول فيها للمواطن الغلبان والبسيط قبل أي حد تاني مسجل إحترامي وتقديري للمواطن الغلبان والبسيط قبل أي حد تاني في الظروف اللي احنا بشين فيها دي